الكابتن جيمس كوك هو مكتشف وملاح ورسام خرائط وقاءت في البحرية البلكية البريطانية في القرن الثامن عشر اشتهر الكابتن كوك برحلاته الثلاث بين عوام 1768 و 1779 في المحيط الهادي في استراليا قام كوك برسم خرائط تفصيلية لنيو فاوند لاند في المحيط الهادي يعتبر كوك اول اوروبي سجل اتصالاته مع اهل الساحل الشرقي لاستراليا وجزر الهاواي واول اوروبي وصل لنيوزلندا كوك التحق بالبحرية البريطانية عندما كان شاب وكان شاهد على حرب السنوات السبع وشارك في حصار كيبك الكندية من خلال رسم خرائط لسواحل كندا فتم تكليفه في عام 1766 لرحلة استكشافية في المحيط الهادي كوك قتل في عام 1779 في رحلته الثالثة في المحيط الهادي اثناء محاولته اعتقال حاكم جزيرة هاواي شهادة اليوم هي شهادة لوصول الكابتن جيمس كوك لسواحل نيوزلندا في القرن الثامن عشر قناة ورق تقدم مواضيع مختلفة ومنوعة وتهدف لنشر الوعي في مواضيع التقنية والتاريخ والثقافة ادعمنا من خلال النشر والمتابعة في مساء التاسع من اكتوبر كانت طقس صافي رسونا في الجانب الشمالي الشرقي من الخليج قبل مدخل نهر صغير في قاع الشاطئ كان هناك الرمل الناعم ذهبت مع مجموعة من الرجال في القارب برفقة السيد بانك وود للجانب الشرقي من النهر وهناك رأينا بعض من السكان الاصليين على الجانب الاخر من النهر كنت قد شعرت برغبة للحديث معهم ولكن كان من الصعب عبور النهر طلبت من الرجال مساعدتي لعبور النهر ولكن بمجرد نجاحنا بالعبور كان الهنود قد غادروا ذهبنا الى اكواخهم والتي كانت تقى على بعد حوالي 200 ل300 ياردة من مياه النهر وعند اقترابنا من بيوتهم خرج لنا اربع رجال من الغابة حراس القارب شاهدوا اقتراب الرجال منا فاطلقوا رصاصتين فوق رؤوسهم لتحذيرهم من الهجوم علينا عند اطلاق اول طلقة توقفوا ولكن عند الطلقة الثانية تجاهلوا الامر فاطلق الحرس الطلقة الثالثة فاردت احدهم قتيلا قبل ان يطلق رمحه على القارب وقف الثلاث الباقين بلا حركة لدقيقتين متفاجئين من مقتل صديقهم اعتقد بانهم كانوا يتساءلون عما قتل صاحبهم وبعد دقاء قاموا بجر جثة صديقهم قليلا ولكنهم تركوه في النهاية وهربوا خوفا منا عدنا للقوارب بسرعة عند مغادرتهم وفي صباح اليوم التالي رأينا عدد من السكان الاصليين بنفس المكان الذي شاهدناهم فيه في الليلة الماضية وهنا نزلنا للشواطئ بقواربنا واسلحتنا وكان معنا السيد بانك والذي هبط معي اولا عبرنا النهر للجانب الذي به السكان الاصليين اقتربنا منهم وحاولنا التواصل معهم بلغة اهل جزيرة جورج لكنهم لم يردوا علينا وأشاروا علينا بأسلحتهم ورقصوا امامنا اعتقد ان هذه الرقصة كانت رقصة الحرب وهي دليل على العداء ابتعدنا قليلا بانتظار الدعم من زملائنا من المركب والذين كانوا على بعد 200 ياردة ذهبنا مرة اخرى للجانب الاخر من النهر ومعنا السيد جرين والدكتور مونكي هاوس حاولنا مرة اخرى التواصل معهم بلغتهم والنهر بيننا وارتحنا عندما فهموا كلامنا بعد نقاش بسيط قام احدهم بالسباحة ناحيتنا ثم لحقه 20 او 30 اخر منهم المجموعة الاخرى التي حضرت حملت معها السلاح في حين ان اول الرجال وصولا كانوا لا يحملون الاسلحة قام احد رفاقائنا بتنبيهنا وتحذيرنا منهم وبانهم سيسلبون اسلحتنا منا وهو ما حدث بالفعل احدهم قام بخطف سلاح السيد جرين ورفض اعادته هذا تصرف شجاع الاخرين ليكونوا اكثر شجاعة ووقاها امرت باطلاق النار على سارق السلاح فاصيب هذا الرجل بطلقة مات من جرائها منذ اطلاق النار هرب بعضهم للنهر خوفا من سماع الصوت ولكن بعضهم عاد لمحاولة حمل جثة صديقهم المين بالفعل نجحوا في جر الجثة معهم الحقيقة اننا تركناهم يحملون الجثة ولم نعتدي عليهم قبل عبورهم من نهر اطلقنا النار عليهم مما تسبب باصابة ثلاث اخرين والذين هربوا بمساعدة الاخرين بعد مغادرتهم قررنا مغادرة النهر والابحار بحثا عن مياه عذبة وفي حال قابلنا احد من السكان الاصليين مرة اخرى سنحاول التواصل معهم بشكل ودي وخلق علاقة صداقة معهم وفي يوم الثلاثاء الساعة العاشرة مساء عبرنا رأس الخليج ولكن لم نجد مكان نستطيع الرسو فيه بسبب الامواج العظيمة والتي كانت صعبة على طور الطريق ومن بعيد وجدنا قاربين قادمين فاقتربنا منهم من اجل التواصل معهم دعاهم قائد السفينة ليقتربوا وباننا قادمين بسلام ولن نؤذيهم ولكنهم تجاهلوا طلبنا وحاولوا الهرب فاطلقنا النار فوق رؤوسهم كتحذير اعتقد ان هذا الامر سيجعلهم يستسلمون او يهربون من القوارب برمي نفسهم في البحر لكنني كنت مخطئ قام الرجال في هذا القارب بجمع اسلحتهم والهجوم علينا وهذا اجبرنا على اطلاق النار عليهم وللأسف قتل اثنان او ثلاثة منهم واصيب رجل واحد ولكن ثلاثة قفزوا من ظهر القارب استطعنا اختطاف هؤلاء الثلاثة وعملناهم بكل لطف الغريب انهم كانوا لطيفين معنا وارتبطنا معهم بصداقة حقيقية الثلاثة كانوا شباب صغار اكبرهم لم يتجاوز العشرين من عامه واصغرهم كان بالعاشرة او الحاديات عشر من عمره الحقيقة اننا لم نواجه امر مثل هذا سابقا الهجوم على مركب بهذا الشكل لم نقم به سابقا ولم اكن اتوقع ان يحدث ولكنني اعتقد باننا كنا على حق هنا لو لم يبدأوا بالعداء علينا لما هجمناهم ابدا ومما انهم هجموا علينا لم استطع ان اقض مكتوف اليدين واو اعرض زملائي للخطر بهذا انتهت الشهادة شاركنا بتعليقات عن رأيك في الحلقة واذا اجدك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك ممكن تشوف فيديوهات اخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع مختلفة ومنوعة اشتراه للدعم ترجمة نانسي قنقر